التقى محافظة البنك المركزي أحمد غالب بالعاصمة عدن سفراء دول الاتحاد الأوروبي برياسة غبرايل موناليرا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وفي اللقاء اطلع محافظة البنك سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا ونايب سفير الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية على آخر التطورات في المجالين المالي والاقتصادي في ظل الأوضاحة الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب توقف صادرة النفط والغاز وفقدان موارد كبيرة من الضرائب والجمارك مع تزاد الالتزامات لمواجهة متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية وتطرق المحافظة للإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي بدعم من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية وما يواجه البنك من صعوبات وضغوط نتيجة ندرة الموارد الداخلية اشتركوا في القناة